اخيرا تم الاعلان عن الميتا كويستي فري واطلقها بشكل رسمي اقوى وارخص نظارة واقع افتراضي من شركة ميتا دلوقتي بقت متاحة اللي انا بقى بقول هي الاقوى لانها شغالة لوحدها من غير كمبيوتر يعني استاند الون وبوضوح شاشة عالي جدا 4K والبروستيسور فيها اقوى بس الهم من كل ده بقى ان فيها كاميرا شغالة بالالوان طيب ده معناه ايه؟ معناه انك تقدر تشوف الاقوضة اللي حواليك او المكان اللي انت فيه وتضيف له اي حاجة افتراضية ده مش بس هيخليك تلعب العاب قوية ورائعة زي ان الزوم بيهجم عليك وعلى بيتك وتلاقي حد دخلك من الباب والتاني ما تطلق من شباك لأ انت ممكن حتى تزبط اماكن معينة في البيت تشغل شاشة في حيطة معينة وتحط انستجرام او يوتيوب على حيطة تانية او حتى تشغل بلاي لست انت بتحب تسمعها للقرآن الكريم بشكل مستمر وممكن كمان تحط على حيطة تانية تو دو لست كده تفكرك بالشغل اللي عليك وحاجات تانية كتير جدا لا نهائية علشان كده النظارة دي مش بس نظارة واقع افتراضي لا هي نظارة واقع مدمج لان بتخلينا قادرين نشوف العالمين الحقيقي اللي احنا عايشين فيه والافتراضي ونتفاعل مع الاثنين النظارة طبعا اصغر من الكويست 2 اخف منها لان عدساتها بتيجي من نوع البانكيك الجديد وبتيجي بامكانيات اعلى من الكويست 2 مع انها مش اغلق كتير وهقولك السعر في الاخر ان الظاهرة فيها اكتر من كاميرا وحساس للابعاد علشان يقدر يعمل اسكان للقوضة اللي انت فيها وكمان تشوفها بالالوان بشكل كامل على عكس الكويست 2 اللي كانت بنشوف الدنيا فيها ابيض وثود وده شيء محزن جدا الكاميرا عشر مرات بيكسل اعلى من الكويست 2 وبالتالي هتشوف الدنيا بوضوح اعلى المعالج كمان اقوى الضعف اللي هو الـ XR2 الـ Generation 2 وكمان الرامات بتيجي بتمانية جيجا بايت ودي هتطح لك ثلاثة استخدام افضل كتير من الكويست 2 طبعا ده لو كنت جربتها او شوفت حد بيجربها وبيشتيجي لك من بعض اللاج اللي بيحصل من وقت للتاني نيجي بقى للصوت والصوت في الكويست 2 بصراحة كان حلو جدا في الكويست 3 بقى المفروض ان هو بقى افضل كتير بشكل سلاسي الابعاد نيجي لهم حاجة وهي الشاشة وخلينا اقول لك انك لو ما جربتش الكويست 2 قبل كده فيعني فعلا في معاناة كبيرة مع الجرافيكس انت تحس انك لابس نظارة بس مغبشة حرفيا الكويست 3 بقى بتكون 4K فالمفروض انه شي رائع وفي المقارنة اللي انت شايفها قدامك واضح جدا الفرق الجبار بين الكويست 3 والكويست 2 احنا بنتكلم على جرافيكس واضحة جدا وده الشيء بصراحة ممتاز ان احنا هنشوفه ولو عايز تشوف تجربة عملية للنظارة فمايك هنا من تقدر تتفرج على التجربة الكاملة اللي عملها عن الكويست 3 طيب انت بقى دلوقتي الكويست 3 هتبقى متاحة وسعرها كامل سعرها بيبدأ من 499 دولار لل 128 جيجا بايت وهتبون متاحة في شهر اغسطس يعني اسابيع من دلوقتي طيب دلوقتي ممكن تقول لي انا شايف حاجات دي لطيفة بس انا ممكن استخدم النظارة دي في ايه بص الموضوع لا نهائي لكن خلينا ادي لك بعض الامثلة لو انت طالب او شخص بيشتغل بشكل عام فانت ممكن تشغل اكتر من شاشة ممكن تشغل الكمبيوتر بتاعك ممكن تعتمد عن النظارة بس شغل اكتر من متصفح قدامك وتبقى مثلا بتذاكر او بتعمل شغل معين بتدور في موضوع وبتكتب حاجة اي ان كان الفكرة هي ان انت عندك اكتر من شاشة تقدر تحطوهم بالشكل اللي انت عايز ممكن برضو تشغل شاشة كبيرة في بيتك وتتفرج على فيلم واكا انك في السينما ممكن برضو تلعب العاب سواء واقع افتراضي بشكل كامل زي ما بنشوف او بقى الجديد انك تدمج الحقيقة مع الواقع الافتراضي يعني البيت بتاعك تعمله سكان او النظارة هتعمله سكان وتبدأ اللي بتشتغل وتتفاعل مع الحقيقة بتاعتك اخيرا في المؤتمر بتاع متا كان فيه شوية اعلانات كده قوية لكل محب التقنية تعالوا نعدي عليهم سريعا وفي فيديو عن كل واحد منهم تقدر تروح تتفرج عليه متا اعلنت عن ذكاة الاصطناعي جديد والذكاء الاصطناعي ده هيكون متاح بمجموعة كده من الافترات وكنات كلمنا عنه بالتفصيل ولكن الفكرة ان هذا الذكاء الاصطناعي هيكون متاح جوه يعني ممكن تبقى ماشي كده فيه وتلاقي شخصيات اي اي مكتوب عليها كده اي اي بتتكلم معاك وبتساعدك في اللي انت عايزه ولو صحابك كانوا نايمين وعايز تخرج ممكن تاخد اي اي معاك يخرج وتتفسحه مع بعض في الميتا فيرس لا بجد حاجة زي كده فعلا هتخلي الالعاب تفاعلية اكتر وهتتيح تجارب نسبيا جديدة ومميزة وهتخلي معاك كمان مساعد شخصي جوه الواقع الافتراضي بيتحرك معاك في اي مكان فاده بصراحة شيء لطيف كمان متا اعلنت عن الاكس بوكس جيمينج باس وده هيتيح ليك ان انت تلعب جوه الكويست العاب الاكس بوكس مباشرة جوه نضارة الفي ار من متا وبرده تم الاعلان عن عدد كبير جدا من الالعاب الجديدة وتحدثات قوية الالعاب قديمة فممكن برضو تبص كده على القناة بتاعتهم وتشوف كده الالعاب دي عشان لو في لعبة معاينة نفسك تلعبها تروح تشتريها ده كده كان كل شي اللي في فيديو بتاع النهاردة لو انت مهتم بالتقنية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي تحديدا فالقناة دي هي القناة اللي انت لازم تتابعها ان شاء الله انا وحسن بدين حسن ودي قناة قناة اللي هساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص فارجو انك تشترك في القناة ولو كان عندك اياه سلاء او تعليقات او اكتبها لي تحت او اخيرا لو ما شفتش نظارات جديدة من متى اللي هي نظارة زي النظارات اللي بنبسها كل يوم بس فيها كاميرا وفيها مايك وبتشغل لك صوت وكمان فيها زكاة اصطناعي فلازم تروح تفرج على الفيديو اللي عملته عنها